تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات التيك توك أعلنت جامعة القاهرة فتح تحقيق موسع مع الطالبة حنين حسام فتاة التيك توك والطالبة بكلية الأصار جامعة القاهرة بقيامها بسلوكيات تتنافى مع الأداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية حيث قال الدكتور محمد عثمان الخشت أن الجامعة طلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتمائها لجامعة القاهرة وأصارت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات والتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية طائلة وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة حنين والتي قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة وذلك لارتكابها أفعال لا طليق بمكان الطالبة جامعية ولا طليق بأي فتاة وردت حنين حسام في فيديو باكية الممثلين بيعملوا لايفات فهل معنى كده أنهم بيشتغلوا في الدعارة وتابعت حنين اللايفات شغل زيها زي أي شغل هو فيه شغل بدون مقابل وأي حد بيشتغل في تيك توك لازم يعرف أنه فيه لايفات الحاجات الوحشة بتتعمل في السر مش في العلن فيه أسر كتير مش لقية تصرف واللايفات دي بتساعدهم كل اللي عليهم بيفتحوا الكاميرا وبيتكلموا ويهذروا ويرسموا مش بيعملوا حاجة وحشة ده أنا حتى قلت عايزة أدب وأخلاق وما بحبش الحال المايل وطلبت بنات محجبة مش بنات عاديين وبالنسبة لللي أنا بعمله أهلي موافقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة